موسيقى بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الوحد امين اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ها انا اتي سريعا ودراسة في سفر الرؤية في البداية حب هنيكم بانتهاء عام وبداية عام جديد نصلي ان ربنا يتغاضى عن كل اخطأنا وسلبيتنا اللي حصلت في العمر المنقضي ويعطينا مع البداية جديدة قلب جديد وحياة جديدة باتجاه جديد في حياة مقدسة وثبات فيه والنمو في الحياة الروحية وبنعمة ربنا طبعا زي النهار ده ان كان لنا عمر هيبقى عيد الميلاد تعيشوا كل سنة فيبقى مفيش حلقة لكن نحتفل مع بعض بعيدين الميلاد ونتقابل في الاسبوع البعد وان كان لنا عمر احنا في دراستنا سفر الرؤية وصلنا للصحح 16 في الاصحح ده هيبقى فيه الجامات عشان نفتكر مع بعض احنا في البداية درسنا حاجة اسمها الختوم وكانوا سبعة دول بيشرحوا ايه المتاعب اللي هتقابل الكنيسة طول حياتها من ايام الرسل لغاية المجيء التاني وبعدين درسنا حاجة تانية اسمها الابواق ودي انذرات الله للناس عشان يتوبوا كان فيها بعض الدربات لكن بطريقة جزئية دلوقتي هندخل بقى على الجامات اللي هي بيتعبر عن احكام الله العادلة ضد الاشرار ومملكة الوحش والشطاع بعد ما فاضي الكيل والانسان تصلف وازداد شره وتحدى الله نفسه وكل الانذرات اللي تعطيت له ما استفدش بيها عشان كده هتلاحظوا ان وإحنا بندرس الجامات فيها تشابه من الدربات بتاعة الابواق بس الفرق ان في الابواق كانت الدربات بتصيب تلت الناس في الجماد بقى للكل كل الناس اللي رفضوا المسيح وعاشوا في الخطيئة والعند الدربات هتيجي عليهم ودربات شديدة ووحش كمان في الابواق ابتدت الدربات تصيب الناس من البوق الخامس خامس وسادس وسابع لكن الجامات من اول جام هيبتدي يظهر فيه قضاء الله ضد الاشرار والشرر فالدربات دي بتاعة الجامات ضربات موجعة ضد الوحش وتابعية وشاملة وعنيفة عشان تبين قد ايه الله رافض للشرر وهنلاحظ ان سبع جامات نحن هناخد في الاول كام مقدم اول جام كان على الارض التاني كان على البحر الثالث على الانهار الرابع على الشمس الخامس ضد مملكة الشيطان او ضد المسيح السادس على نهر الفرات والسابع في الجو في بعض الدارسين بيقولوا ان سبع حاجات دول بيرمزوا الى تأدبات الله وقضاءه ضد الاشرار اول حاجة اللي هي على الارض قال دا ضد اليهود اللي هما كانوا يسكنون ارض الموعد وحياتهم مستقر ومع ذلك لم يعرفوا الله واتهدوا المسيح وكل من يتبعهم فهنا في توعد الله لليهود الاشرار دي اللي على الارض اللي على البحر يرمز للامم اللي هي الحياة المتقلبة المليانة بالاضطراب وعلى الانهار معناها المسيحيين اللي هما شربوا ميت وروحوا الكدرس ومع ذلك رفضوا ربنا او عاشوا في انحلال اخلاقي او في اي نوع من الارتداد القلبي الدربة بتاعة الشمس برضو للمسيحيين اللي كان مفروض يكون نور العالم لكن للأسف عاشوا حياة لا تتناسب مع النعمة اللي واخدانا وبعدين الدربة الخامسة ضد انتي كرايست اللي هو ضد المسيح عشان تبين قد ايه على قد ما اخد فرصته في محاربة الكنيسة وشعب الله لكن في الاخر هياخد عقوبته اما الدربة اللي ضد نهر الفراد دي لها قصة طويلة هندرسها لوحديها لان زي ما في المنطقة دي بدأت الحضارة وبدأت الانسانية لان يقال ان جنة عدن كانت في المنطقة بتاعة نهر الفراد والعراق والحتى دي فمنها برضو هينتهي العالم في المنطقة دي هيبقى فيها سرعة دامة وجديد جدا ينهي على الكرة الاردين اما الدربة ناحية الجو فهي بتعبر عن قبل ما جيء المسيح اللي هيجي على السحاب علشان يديني الاحياء والاموات نبص بقى في النص اللي قدامنا وارجوكم النهاردة ما تخافوش الدربات دي زي ما احنا متفقين مش لينا دي للناس اللي بيعندوا المسيح انت ابن الله انت صديق للمسيح انت متحد بالمسيح في المعمودية ومسكن للروح الكدس انت عضو في جسد المسيح بسبب المعمودية والإفخارس دي طول ما انت ثابت في المسيح كل ضربات دي ولا تؤثر فيك يقول وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا لسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جماد غضب الله على الارض طبعا دي صدر الأمر الإلهي بالضربات دي ودول الملائكة اللي ذكروا في الاصحاح اللي فات يقول ثم رأيت وآية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة سبعة ملائكة معهم السبعة ضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله يعني هما وقفين مستعدين ان هما يرموا الدربات الإلهية دي على البشر بس مستنيين الأمر وبرده في الاصحاح 14 يقول ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم إن كان أحد يسجد للوحش والسرطة ويقبل سمته على جبهته أو علاده سيشرب من خمر غضب الله أنا بخاف إن في ناس يعتبروا الله من كتر صلاحه مش ممكن يغضب لكن للأسف لازم ناخد بالنا إن الله بيطول باله وفي الآخر مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبي ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القدسين وأمام الخروف وفي صفر الرؤية صحاح 15 واحد من الأربعة حيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جماعت من زهب مملوئة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين طيب هنا صدر الأمر للملائكة السبعة إنه هما يصبوا جماعت الغضب لحظوا بقى عشان نقارن في وصف الأربعة وعشرين قسيس اللي قاعدين على عروش في حضرة الله كان معاهم جامات مملوئة بخورا الذي هو صلوات القدسين في فارق بين واحد معا وعاء مليان صلاة وواحد معا وعاء مليان غضب بتاع الصلاة ده علشان يتشفع في الأبرار والقدسين اللي عايشين على الأرض اللي هما بسبب خطاياهم بسبب ضعفتهم لأننا نحن كلها بنغلط بس في فارق بين خطأ بتاع إنسان كويس وخطأ بتاع إنسان عنيد بتاع الإنسان الكويس القدسين يشفع فيه ببخور صاعد أمام الله للنهار وبتاع العنيد المتعب الشرير المؤذي ده يبقى فيه غضب ينصب عليه من الله فمضى الأول وسكب جامه على الأرض دي أول جامه هي على الأرض فحدثت ركزه بقى دمامل خبيثة ورادية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته شوف الوصف هنا إن الجامل على الأرض هيعمل دمامل خبيثة زي الكنسر يعني ورادية رديئة جدا على الناس اللي هما رفضين ربنا طبعا حكاية سكب الجامع على الأرض بتفكرنا باللعنة الأولى لما آدم أخطأ وحاو أخطأت ربنا قال له ملعونا الأرض بسببك وقال له شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق وبعرق وكك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب إلى تراب يبقى هنا أول لعنة جات للأرض وسأخذ خطية آدم وآخر اللعنة تيجي بسبب خطية البشر لما يسكب جامعه على الأرض فتعمل دمامل وفي الحقيقة برضو دي تفكرنا بالضربة اللي عملها موسى مذكورة في صفر خروج الساحة 9 لما قال ربنا لموسى وهارون ام لأ يدك من الرماد بتاع الأتون وارميه في الهوى فصار غبار على كل أرض مصر نتيجة الغبار دو فصار على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر والدمامل دي كانت رديئة وخبيثة نفس المنظر بتاع الدربة بتاعت موسى دي تحصل في اليوم الأخير احنا بقى مفيش خوف علينا انا بقرر عشان ما يبقاش آخر يوم في السنة نسمع الدربات ونتدايق في صفر الرؤية صحاح 12 المرأة اللي هي كنيسة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يقولها هناك 1260 أياما الفترة اللي فيها الدربات دي هنكون احنا في حماية إلهية وطبعا الدربة دي برضو بتفكرنا لما كان في العهد القديم في صفر أخبار الأيام التاني صفح 26 كان في ملك اسمه عزية عزية دا يعني انتصر وبقى كويس فارتفع قلبه راح واخد شرية ودخل الهيكل عشان يبخ وقف له رئيس الكهنة قال له انت ملك والملك ما يبخرش دا شغل الكهنوت فالدايق إزاي فيه حد يقوله انت عملش حاجة عند حناقه على الكهنة خرج برس في جبهته أمام الكهنة ببيت الراب وصيب ببرس لغاية لما مات فهنا دي الدربات التي تأتي على سكان الأرض اللي هما بيعندوا ضد ربنا وتبقى طبيعتها تيجي في الجسد يعني إذا كان غم الجام على الأرض عشان إحنا جسدنا متاخد من الأرض فجات الضربات على الجسد اللي هي أوبئة وأمراض وحاجات زيك الجام التاني يقولك ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت وكله نفس حية ماتت في البحر لاحظ البحر كله بقى زي الدم وكل النفوس الحية اللي في البحر اللي هي الكائنات الحية بتاعت البحر ماتت كل نفس حية ماتت في البحر ده في العدد رقم ثلاثة لو قرناه بإصحاح تمانية يقولك الملاك الثاني لما بوق خلي بالك الجامة غير البوق قلنا البوق هيخلي جزء معاقب عشان الجزء البقى يتوب كنوع من الإنذار في الجامة بقى للكل ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار قلك إلى البحر فصار ثلث البحر دما خلي بالك هنا البحر كله بقدام لكن في البوق طلت البحر ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن ده الفرق بين الإنذار إن فيه ثلث بيموت في الباقي يتوب وإن فيه عقوبة هتيجي على كل الناس الذين رفضوا إنذارات الله عشان كده دي بعده بتفكرنا بالضربة اللي فيها وقف موسى أمام فرعون وقال له ها أنا أضرب بالعصى التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دمان ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر وفعلا موسى رفع العصايا ضرب الماء اللي في النهر أمام عيني فرعون أمام عيني عبيده تحول كل الماء الذي في النهر نهر نيد ده بقى كله دم ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر تخيل كله دم والحيوانات البحرية اللي فيه كلها ماتت فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر وكانت دمه في كل أرض مصر يبقى هنا الضربة الأولى على الأرض عملت دمامل الضربة التانية على البحر عملت دم وماتت كل النفوس الحية اللي في البحر طبعا إحنا دايما بناخد المعنى الحرفي والمعنى الرمزي الحرفي فعلا ممكن يحصل حاجة زي كده تلاقي البحر كله بقى دم الرمزي المعناها أن فيه موت جاي من السماء كخضاء من الله على البشر لدرجة الناس مش يلحقوا ويدفنوا الميتين فيبقى فيه نوع من التعفن ونوع من الأزية الشاملة العامة لكل الناس بس دايما بنقول كنيسة تبقى محفوظة ربنا ليه طريقته زي ما عمل مع بني إسرائيل أيام الدربات نيجي بقى للجام الثالث في رؤية ستاشر أربعة ثم سكى بقى الملاك والثالث جامهو على الأنهار فتكروا معي الأول على الأرض الثاني على البحار الثالث على الأنهار وعلى يا نبيع المياه فصارت هي كمان دمان طبعا إحنا قلنا البحر يرمز للعالم المضطرب المتقلب المالح اللي بيغرق واللي هو مفروض الواحد ما يدخلش فيه دايما البحر نمشي على سطحه بالسفن لكن اللي يدخل جواه البحر عرضه للغرق فإحنا ندوس على العالم ونعبر خلاله إلى المدينة الباقية لنا لكن ما يدخلش جواه وإلا نغرق النهر بقى هو مية عذبة بيرمز لأولاد الله وعمل للروح الكدس زي ما السيد المسيح كان قال لنا من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح الكدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبله فيصير النهر يرمز لأولاد الله اللي بيعمل فيهم الروح الكدس طيب لما يكون أولاد الله بقى فيهم النعمة وفيهم الروح الكدس وتزوقوا المواهب السمائية وبقى لهم شركة مع الله شركات طبيعة للهي وبعد كده يعيشوا في الخطيئة والبعد عن الله والجحود والتزمر وكل حاجة رديئة يبقى دول يستهلوا برضو عقوبة لأن الله ما عندوش محابة عشان كده هينزل عليهم غضب يصير المية اللي فيهم النعمة اللي فيهم زي الدم الدم يرمز للموت الدم مسفوكي بقى موت طبعا نفكرنا برضو في البوق الثالث أن لما الملاك الثالث بوق سقط من السماء كوكى وعظيم واتقت كمسباح ووقع على التلت الأنهار شوف المرة دي كل الأنهار وعلى يانبيع المياه اسم الكوكى بيدعى الأفسانتين فصار ثلث المياه أفسانتين افتكروا دايما في البداية كان التلت في النهاية الكل التلت ده هدفها أن البقيين يتوبوا لكن طالما ما فيش توبة يبقى كل يستاهل العقوبة مات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مر نتيجة بقى الضربة دية طلع ملاك اسمه ملاك المياه في العدد رقم خمسة وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون لأنك حكمت هكذا هنا ملاك المياه يعني إيه ده الملاك اللي ربنا معينه لإحراسة يا نبيع المياه ومصادر المياه بالنسبة للبشر طب هو شاف الشغلانة بتاعته اللي ربنا بكلفه بيها بيضيع هل معنى كده يقوم يتزمر يقول ليه يا رب بتعمل كيف المياه اللي أنت أساسا معينني عشان أحرصها قاله لا أنت يا رب عادل في كل أحكامك فرق بقى بين الملاكة وبيننا إحنا مش بنفهم مقاصد الله فنتزمر ونتساءل ونخاصم ربنا ونزعل ونعمل شغلنا كبيرة ليه لأن أنا مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده بينما اللي مش فاهم مفروض يتقدر يقول ليه لو فاهمني فأحيا لكن هم الملاكة مش زينا بقى أول ما شاف الضربة جاية على المياه اللي هو أساسا مسؤول عنها وإفقاله عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون كائن يعني حاليا كان يعني في الماضي ويكون يعني في المستقبل يعني دوام حضور الله في حياة الناس لأنك حكمت هكذا لازم نقول الله دايما عادل وبيحكم بالعدل ولما بيحكم بيبقى فعلا معاه مليون حق زي القاضي اللي بيحكم في المحكمة بحكم قاسي جدا فنلاقي كل القاعة سقفت ليه بقى لأن هم متوقعين أن فعلا الشخص المجرم اللي ارتكب جريمة يقشعر لها الأبدان لازم يتعاقب وأقصى عقوبة أو عقوبة مغلزة علشان هو يستاهل فلما القاضي بيحكم الناس تهت في حياة العادل لكن لو حكم حكم ضعيف حكم يعني مش على قد قيمة الجرم اللي عمله الإنسان الشرير الناس تحزن وتكتائب وتقولك ما كناش متوقعين أن القضاء يكون بهذا الضعف عشان كده لما ربنا حكم هذا الحكم الشديد الملاك هتف عادل أنت ليه بقى لأنهم سفكوا دم قدسين وأنبياء الناس اللي هم ربنا أعطاهم هذه العقوبة سفكوا دم قدسين وأنبياء فأعطيتهم دم ليشربوا لأنهم مستحقوا أنا لازم نفهم أن ربنا شوفوا بقرارها مليون مر على قد ما هو أب وطيب وصالح ولطيف ويطبطب علينا ويظلل علينا لكن ساعة الشدة بيبقى جديد لأن الإنسان اللي بيغلط ومش بينتهز فرص التوبة وطول أناة الله بيظخر لنفسه غضبا في يوم الغضب ربنا يرحمنا وخصوصا سفك الدماء يعني شوفوا ننتبه لأنفسنا يمكن ربنا أعطانا شركة معه في حاجات كثيرة يعني حتى الخلق ربنا أدانا شركة أن الناس تتجوز وتخلف تشترك مع الله في هذا العمل أدانا فرصة أن نحن نبقى كرياتف أن الإنسان يبدع فيمسك حاجات بسيطة يعمل منها عميل جميلة ويبقى نقول عليه ده إنسان فعلا مبتكر ومبدع وجميل لأن ربنا أدانا الإبداع ده اللي هو صفة فيه أعطانا السلطان أعطانا حاجات كتير احتفظ نفسه بحاجتين أرجوكم تنتبه له حق الدينونا وحق الموت والحياة مش من حقنا نقتل ومش من حقنا ندين حد وخلي بالك الاثنين بنفس الخطورة لأن جايز اللي قاعد قدام يقول لي أشكر الله ما قتلتش حد أقوله لكن بالدين الاثنين نفس الخطورة الله احتفظ نفسه بحق الدينونا ده قال لنا القاب لا يدين أحد بل قد قعد كل الدينونا للإبن ولما جه الإبن في المجيء الأول قال مش جاعش أنا دين أنا دقتي زمن الخلاص لكن هيأتي وقتل الدينونا واحتفظ لنفسه بهذه الدينونا فإحنا ما ندينش حد ما لكش دعوة بحد لأن دي خطيرة أن تدين إنسان وتحكم على إنسان وتحتقر إنسان في داخلك لأنه غلط دي مش بتاعتنا وفي نفس الوقت ما تقتلش وعلى فكرة من ضمن القتل الإجهاض لأي سبب طالما في جانين يكوه بطن أم إن شاء الله حتى بن لحظة من حق يعيش مش من حق حد ينزله وإلا هيبقى من حقنا نقتل ولدنا اللي بين عينينا لأن طالما واحد سمح لنفسه يقتل ابنه اللي هو جوه وبطن الأم طيب ما هو عندك ابنك تاني هو جنبه مش معنى ده تقتل وده لأ ما عندناش حق القتل ده ده حق بتاع ربنا بس عشان كده الناس اللي بتقتل والناس اللي بالدين هيعطيهم دما ليشربوا لأنهم مستحقوا ولو نسمع كلام السيد المسيح في متى 23 قال يأتي عليكم كل دم زكي يسوفك على الأرض من دم هبيل الصديق إلى دم زكري بن براخي الذي قتلتموه بين الهيكا والمسبح الحق يقول لكم أن هذا كله يأتي علي هذا الجيل ليه لأن الله لا ينسى الدماء أي واحد بيقتل إرهابي ولا عنيف ولا مش عارف إيه محفوظة لأن دي قضايا بالنسبة لله لا تسقط بالتقادم ده أيام التجسد لسه فكلنا القضية بتاعة تقيم تقول يا رب دي خلاص ادمت قوي يقول لي فيش حاجة اسمها ده قتل سفك الدماء لا ينسى أمام الله وبرضو بالسكة ده هيعاقب بأنه يشرب دم علامة يشرب موت يعني في سفر اللويين ربنا قال لنا محدش يشرب الدم حتى بتاع الحيوانات كل واحد من بني اسرائيل يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الأكلة الدم وأقطعها من شعبها فقال له ما تاكلوش دم ما تشربوش دم علامة أنه نحن الناس نبقى عايشين في حياة مش في موت بنتغزى على شيء يحيينا مش حاجة موتنا عشان كده قال السيد المسيح لبني اسرائيل أنتم من أبن هو إبليس وشهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا ذاكا كان قتالا للناس من البدء طبعا إحنا مش عايزين نبقى أولاد إبليس لأنه هو فعلا قتال ولحظوا أن إدانة الناس هي نوع أيضا من القتل المعنوي اللي هو أشد وخطورة وأصعوبة من قتل الجسد في أجهية يقول نبوة جميلة يقول حتى سبيو الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت وأنا أخاصم مخاصمك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف فيعلم كل بشر أني أنا الرب ومخلصك وفاديك يا عزيزي عقوب ربنا يحامي لولاده ويحامي للمظلوم ولو القضاء أو الدنيا يعني ما عرفتش تنصف الإنسان المظلوم حقه محفوظ عند الله ليه بقى أبو الحتادي لأن أحيانا القضاء بيضلل يضلل بسبب أن الأدلة مش كافية أن في تشويه في معالم الجريمة في إجراءات مش مظبوطة في صغرات بيستغلها المحامي عشان يدافع عن المتهم وفي الآخر القاضي عشان ضمير ومستريح ما يقدرش يحكم الحكم المظبوط لأنه خايف لألا يكون ظالم وبالتالي طالما حكم حكمه مخفف ولا براءة والمتهم ما يستهلش ديه محفوظ عند ربنا بقى لدرجة أن في بعض الناس لما يكون عامل جريمة بإزعلان أن هو ما اتعاقبش حاسس أن ضميره مش مستريح شرب الدماء يعبر عن الشركة مع الوثنيين لأنهم بيعملوا كيف العبادات بتاعتهم وعشان كده لما أبقنا الروس الاجتماع وفي مجمع مذكور في سفر الأعمال الصح 15 قالوا القرارات تمتنعه عن ضبيح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزينة الدم معناها ما حاجش يشرب دم أو ما يكلش حيوان ميت بدمه إحنا لغاية أنه هذا لما بنتبع فرخة ولا حاجة لازم دمها يتصفى وما ينفع وما ينفعش الناس تأكل دم حتى في المسيحية يعني مذكورة في مجمع أرشليم في سفر الأعمال الصحاح 15 ليه؟ لأن شرب الدم دم ضمن العبادات الوسانية وربنا قال لنا لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين لا تقدرون أن تشتركوا في مئدة الرب في مئدة الشياطين الوحيد اللي بنشرب الدم بتاعه ربنا يسوع المسيح عشان نشترك في حياته عشان كده قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشرب دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسد يشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حقيقي ودمي ما أشرب حقيقي من يأكل جسد يشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي عشان كده إحنا ما نشربش دم حيوانات ولا إنسان ولا غيره ولكن بنشرب دم المسيح عشان نتحد بحياته العقوبة بتاعت الناس اللي رفضين للمسيح إن هم يشربوا دم علامة إن هم بياخدوا موت في داخلهم مش بياخدوا حياة وسمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادلة هي أحكامك يعني في ملاك الميا قال له أنت عادل في اللي أنت عملته لأنهم سفكوا دم الكدسين وأنبياء فيستهلوا إن هم يشربوا دم لأنهم مستحقون وجسه الثاني قال من جوه المسبح نعم كأن واحد بيصلي والتاني بيرد عليه نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادلة هي أحكامك نفسي نتعلم إن احنا نقول يا رب حق وعادل اللي أنت بتعمله معنا أو مع البشرية حق وعادل لأن احنا يا رب نستاهل أكتر مما يحدث لكن رحمتك هي رب اللي بتخفف خلي بالك الرحمة دي قائمة حتى الآن لكن في وقت الرحمة نفسها توقف لأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار طبعا الشمس حارقة طبيعتها يعني لكن بنقدر ندخل في البيوت ونقفل للشبابيك ونحط إزاز ونحط حاجات معتمة عشان نحمي أنفسنا من نار الشمس لكن بقى تخيل لو حرارة الشمس زادت عن المعدلات اللي احنا متعودين عليها تبقى شكلها إيه الحكاية شوفوا أيام الصيفة لما يكون الجو حار كده جدا في عز الحر في غسطس ولا غيره وفي بلاد عندنا في مصر مثلا تبقى حر أو بلاد أخرى في العالم تبقى حر فيه ناس بتموت من الحر تخيل بقى لما تزيد حرارة الشمس وتصير حارقة وعطيت أن تحرق الناس بنار ودي برضو تفكرنا بالبوء الرابع لما بوق الملاك الرابع ضرب طلت الشمس وطلت الأمر وطلت النجوم يظلم سلسهن والنهار لا يضيق سلسه وليل كذلك المرة دي بقى الضربة أن الشمس تحرق فاحترق الناس احتراقا عظيما طيب أنت بقى تتواقع عمله إيه يقول يا رب سامحنا احنا غلطانين جدفوا على اسم الله الذي له السلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا أنا بتعجب حاليا الحكاية دي حصلة تلاقي إنسان عايش في الخطي وقعدين يقول لك وليه ربنا سايب الوبق يمشي في العالم يموت في الناس ده قلت له عشان احنا خطاه يزعل يقول لك احنا خطاه عملنا ايه عشان نعمل فينا كده وكأن ربنا هو الغلطان وإحنا كلنا أبرار بننسب لله الحماقة بننسب له الجهل لننسب إليه الظلم وإحنا اللي كويسين ومحدش فينا مستحمل الحد يقول له انت غلطان لكن بنقول ربنا انت الغلطان جدفوا على اسم الله الذي له السلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا وبرضو زي ما ذكر نفس الحكاية أيام الأبواق في الصحاح التاسع أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الزهب والفدة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم كل واحد حاسس أنه ده ما عملش حاج بيسرق يقولك ما كون الناس كده يزني يقولك أنا ربنا عارف ظروفنا لم ييجي ربنا يعمل أي عقوبة الناس تتزمر مش تقول خلاص أنا استاهل الملائك يقوله عادل أنت يا رب وإحكامك عادلة إحنا بنا تتزمر ودي بتفكرنا ببلي شسر الملك لما أخد أنية بيت الرب وشرب وسكر فيها وزهر له يد على الحال بتكتب بعدين جيه دانيال قال له أنت يا بلي شسر ابنه ابن نبوخ نصر لأن كان أبوه عقب لم تضع قلبك يعني خليتش قلبك يتضع مع أنك عرفت كل هذا عرفت كل اللي حصل لابوك بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك أنية بيته وأنت وعظمائك وزوجاتك وسيراليك شربتم بها الخم وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجدك شيء مؤلم جدا أننا يبقى قدامنا إيد ربنا واضحة وصوت ربنا واضح وتنبيهاته متتالية وإحنا ولا كأننا هنا وبالعكس نقول له أنت يا رب ظالم وقاص ووحش ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش بقى احنا نسيب الجامين السادس والسابع للمرة اللي جاي الملاك الخامس الجام بتاعه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من هالواجع طبعا عرش الوحش لأن الوحش كان أخذ كده فرصته وطاح في الدنيا في الآخر اللي قال ليها نهاية ودي رسالة لكل إنسان في أي مسئولية على أي مستوى يجد نفسه مسئول فيبتدي يفتري على اللي حواليه أو اللي هو مسئول عنهم ويتسلط بدون رحمة وبدون عدل وبدون شفقة ويحس إنه هو الإله هيأخذ فرصته سواء كان رئيس دولة ولا رئيس حكومة ولا محافظ ولا رئيس حي ولا رئيس مدينة ولا أسقف في الكنيسة ولا كاهن ولا أي مدير أي حد أي حد في أي مسئولية هيتصرف على إن الناس دول عبيده وهو اللي يملك عليهم وبدون رأفة وبدون أساسا ربنا لما بيعين واحد في مسئولية يعينه خادم للناس عشان نخدم احتياجاته مش عشان نتسلط عليه فهيبقى زي الوحش هيصب عليه جام غضب على عرشه فتصير المملكة بتاعته مظلمة يعني ينتهى زمنها والناس يعطوا على أنسنتهم من الواجع تفكرنا بعبيد فرعون لما قالوله عن موسى إلى متى يكون هذا لنا فخن أطلق الرجال يعبدوا الرب إليهم ألم تعلم بعد أن مصر كتخريبت هيجي وقت يخلي الإنسان يندم بعد ما يكون فات الأوام طبعا برضو عايز أأكد عليكم أن احنا دايما في حماية طول ما احنا ماشيين في مخافة ربنا هنبقى في حماية أفكركم سفر الخروج صحة تسعة ماتت جميع مواشي المصريين المواشي بني إسرائيل فلم يموت منها واحد وفعلا فرعون بعت لقى مواشي إسرائيل لم يموت منها ولا واحد ولكن غلظة قلب فرعون فلم يطلق الشعب ونفس الحكاية في الصحاح عشرة لما ضربت الظلام مدى موسى يده نحو السماء فكان الظلام دامس في كل أرض مصري ثلاثة ايام لم يبصر أحد أخاه يعني لو قعد جنب مش شايفه ولقام أحد من مكانيه ثلاثة أيام من كتر الضلام لكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم كل هذه الضربات مش هتيجي علينا طول ما احنا ماشيين مع ربنا أما الناس اللي هما مضربين وامتبع الوحش لما يضرب العرش بتاعه وتزهيل مملكته مظلمة والناس تعد على ألسناتهم من الوجع نهاية نهاية إيه آخر عدد هناخد دلوقتي وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن كروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم ربنا يدينا ان احنا نكون في سكة النور وفي معيته وخاضعين ليه وماشيين معاه وامتحدين بيه وفرحانين بيه وفي حمايته عشان لما تيجي هذه الدربات تيجي على حد غيرنا ونبقى احنا في حماية وفي معية ربنا ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين ناخد فاصل قصير ونرجع لأسئلتكم اللي بتبعتوها لواتساب اشتركوا في القناة سلامي أصيح السلام لفخر الأنام وبادر التمام أنا ألقي اهتمامي بطول الدوام على البكر ماريوم وبها أستجير وأبوح وأتكلم بما في الدعم بماذا أتكلم وبماذا أقول أكل ولا أعلم بسر الباتول حاب المرت مريم يفوق العقول وشرحه عجيب علينا عسير ومن كان لذيبا نتقابل يسير نتقابل يسير نتقابل يسير وأهدى إليها سلامه وقال يأتي إليها ياسو عوض الجلال وهو ربها العزيز القادير التي أحبها من قبل أن تصير ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم مرة تانية مع سئلتكم اللي وردت إلينا في الواتساب حد بيسأل بيقول اللي هي سؤال بخصوص القضاء والقدر والمكتوب ما عندنا في المسيحية ما فيش فكاية القضاء والقدر والمكتوب إحنا عندنا الحرية الإنسانية والقرار الإنساني والعقل وبعدين تدبير الله لحياتنا في الصلاة كلها تبقى عوامل بتساعد على أن حياتنا تمشي صح يعني أنا ربنا مديني عقل مديني حرية مديني فكر مديني فرصة أن أتكلم معاه مديني فرصة أنه يدخل في حياتي على قد ما أنا بديله مساحة ولما بيدخل في حياتي مش بيمنع قراري ولا بيمنع حريتي وفي الآخر المحصلة بتاعده كله بتخلي الحياة تمشي طبعا ده ما يمنعش أن في مفاجآت تفاجئ الإنسان مش بتدبيره ولا حتى بتدبير ربنا واحد بيأذيك فيه بعد عينكم حدثة فيه مرض فيه أي حاجة فدي على طول بسلم حياتي ربنا وبتكلم معاه عشان يصلح الأوضاع اللي احنا فيه لكن فكرة القضاء والقدر والمكتوب والمحسوم والحاجات دي بتمنع حرية الإنسان وفي نفس الوقت يبقى ليه ربنا حاسبنا يعني لو واحد قضاءه أنه يموت مقتول ليه نحاسب القاتل لو واحد قضاءه أنه يتسرق ليه نحاسب الصارق فدي كلها مش مظبوط واحدة بتقول عندي إحساس أن جوزي بيخني بيتعامل مع ناس كتير عشان ما نصبه مرموك يعني دي أحساس مؤلم جدا مش عارفة تغلب على هذا الإحساس بنهار ولكن فيه صعب أرجو أن الشكوك ما تعطلش حياتنا بالعكس إحنا نسلم حياتنا في قدين ربنا أنت زيدي محبتك لجوزك وإخلاصك ليه وتفانيكي من أجله وحنيتك عليه وخلي البيت جنة جميلة والدنيا تخليه هو حاسس أن موضع راحته هو البيت عندك مش عند حد تاني وربنا يحمي بيوتنا من أي خيانة وحشة صليلي أبوي أعيد في بيتي مع أولادي وربنا ربنا يرجع كل ناس متخصمين يرجعوا لبيوتهم يعني واحدة بتقول في بداية جوازنا أجهضنا وحاولنا أن إحنا زي ما البابا شنودة قال لنا ننجب متعمدين طفل آخر وعطرفنا هل غفرت قطيانا وهل توب لنا طبعا تلمع اعترفنا وتوبنا خلاص وكان فعلا البابا شنودة بيقدر عقوبة دي تيجي واحدة تقول سيدنا أنا عندي عيال وحبلت فأنا مش عايزة روح أجهضت يقول لها ما تتناوليش لغات ما تولدي يا سيدنا عندي عيال كتير ولها هي كلمة واحدة بتتناوليش غير لما تولد فتحبل تاني وتولد علشان تبقى مش بتعاند مع ربنا حد بيقول إزاي الله عادل إزاي الله عادل وناس بتتقلم وحياتها بتتدمر بسبب ناس تانيين العدل بتاع ربنا إن الناس اللي بيتعبوك دول هيعقبهم ما كانش دلوقتي بكرة ما كانش بكرة بعده ما كانش بعده في الأبدية ده عادل الله زي بالزبط لما يكون الدولة فيها قانون وفيها قضاء ونيابة وبليس وجيش والدنيا قوي ده ما بيمنعش إن فيه جرائم أي دولة في العالم فيها جرائم بس هنا قوة الدولة إن هي بتقبض على المجرم وتحكمه وتديله حكم يليق بالجرم بتاعه فنقول هنا يا حيا العادل مش يا حيا العادل إنه ما فيش جريمة طبيعة البشر بيغلط فإنت إنسان طيب وصالح وكويس حد أزاك مش بسبب أخطائك أنت تظلمت الله العادل للقودة يعمل هيقبض على الشخص لتعبك وهي عقب سواء هنا أو في الأبداي حد بيسأل كيف ننهي سنة ونستقبل أخرى فيش غير التوبة نقول له رب الأخطاء والسلبيات والضعفات والتأسيرات اللي عدت أرجوك تتغادع عنها ونبتدي بدءا حسنا وربنا يدينا تبقى سنة كويسة بنعمة ربنا حد بيقول هو قفل الكنائس هيرفع الوباء بلاش آخر الأيام معقاب ربنا على الأرض نقفل الكنيسة وتحرم من السلام الكنيسة مفروض لكل الشعب ومش للكهنة والشمامسة بس طبعا حاجة مؤلمة أن الكنائس تقفل في وجه المؤمنين وإحنا كنا طول عمرنا بنفتقد الناس عشان نيجي الكنيسة واللي ما بيجيش نقول ما بيجيش ليه ونفرح لما الكنيسة تمتلق من المصلين ونحس بنتعاش ونهضة روحية جميلة لما يكون ألاف المصلين بيصلي خصوصا في تسبيح كياك بس أيام شريرة ووضع غريب ما حصلش قبل كده مرت به البشرية النوابق ينتشر في كل عالم بهذه الصورة وإنتوا شايفين أن فيه ناس كتير من اللي بنعرفهم مش مجرد أرقام تزيعها وزارة الصحة ولا مجرد أخبار بنسمعها لكن إحنا عارفين ناس بنعرفهم بالاسم فلان توفى فلان عيان صلوا لفلان يا ده دخل في العناية المركزة ده مش لقين له مكان في المستشفى مش لقين له أجهزة مش لقين له دواء ففيه أزمة كبيرة في العالم كله فنستحمل الأيام دي تعدي ونرجع تاني الكنيسة نفرح بربنا وطبعا الخوف مش من الكنيسة ولا من الصلاة ولا من التناول خوف من التجمعات فيه ناس بيقولوا أن تم التجمعات في كل الدنيا في المترو وفي الشوارع وفي المحلات وفي كل حتة فيها تجمعات طبعا لازم الكنيسة تبقى هي مصدر نور للناس تقول لهم إحنا بنتصرر بطريقة متحضرة وإحنا نقدر نصلي ونرجع تاني بإذن ذلك كناس وريب خالص حد طالب سلوات لأخوه عشان عياه ما بني تمام الشفا حد بيقول في شرح الجامعة الأولى شرحت لنا إن الكنيسة تهرب للبرية في حماية الله هل ده نوع من الاختطاف وما المقصود بالبرية وأين هي وكيف تكون محفوظة البرية هي العالم مش شرط يكون مثلا واضي النطرون ولا صحراء مش عالي سيبيريا ولا حاجة بعيدة يعني لكن معناها إن ربنا في وسط الضلمة بتاع الدنيا هيبقى أولاده منورين في وسط ما فيه مشاكل بتشمل العالم كله لكن كنسته محفوظة اللي هي شعبه الأمناء ليه تلاقيك أنت في وسط الضلمة دي منور لكن مش شرط إن إحنا نختطف لمكان بعيد عن تجمعات الناس واحدة بتقول أنا كنت مخطوبة سنتين من زميلي في جامعة اتخرجنا مع بعض أنا جبت امتياز مترتبعة دفعة فقلت أكمل ماجستير وهو كان معايا فيه تأدير الورق وبعدها بكم يوم جاي يقول لي إحنا هنتجوز إزاي وإنت بتحضري وأنا أكون في المحل وإنت في كل إيه عندك محاضرة مع إنه مش معاه شقة فسيبنا بعض هل أنا غلطانة في حاجة لا غلطانة في إيه هو اللي رفض يعني هو بيقول لي هنتجوز إزاي وإنت بتذكري وأنا هو اللي رفض لكن لو أنت إذا قلت له أنا المذاكرة بتاعتي مش هتعطلنا عن بعض ولا هتعطلنا عن إن إحنا نكمل حياتنا هو أقتنع خلاص لكن لو هو رافض هتجبري على الجوز منك إزاي سؤال من هم الكاروبيم والسيرافيم هي تغامات موجودة في السماء وصفت في الأسفار المقدسة ليهم ستة أجنحة بيغطوا يديهم رجليهم ويتيروا باتنين أو بيغطوا وجوههم ووصف أيضا أن هم ممتلئون أعينا معناها المعرفة الكاملة سؤال ما هو مصير من مات وقبل ما جئ المسيح ولم يعرفوا عنه شيئا شوفوا الناس كلها قبل ما جئ المسيح لما مات ترحت الجحيم بما فيها القدسين والأبرار يوم مسيحة صلاة بمجموعة العظيمة نزل الجحيم من قبل الصليب أخرج النفوس البرة سواء اللي كانوا عارفينه زي أنبياء وقدسين العهد القديم أو اللي ما كانوش عارفينه ولكن عاشوا حياة مقدسة ودي زي ما قال بولس الرسول أن الذين ليس لهم النموس متفعلوا بالطبيعة ما هو في النموس فهولئذ ليس لهم النموس هم نموس لأنفسهم أما الناس الأشرار سواء كانوا يعرفوا ربنا وأخطأوا يعني عندهم النموس عندهم معرفة الله وفي الأنبياء ومع ذلك عاشوا حياة شريرة أو الناس الوسانيين اللي عاشوا حياة خليعة وبعيد عن الأمير بيشهد ضده دول كلهم تركهم في الجحيم لكن أخذ الأبرار إلى الأبدية السعيد حد بيطلب صلاة من أجل ابنه وبيقول في عددية ودخل أبني ننجح الجميع السؤال في سفر أرمية كلمة الرب التي صارت إلى أرمية النبي على عيلام في ابتداء ملك صدقية ملك يهود وهكذا قال رب جنود هنازل حط مقوس علام أو قوات وبعدين يقول وضع كرسية في علام وأبيد من الملك والرؤساء يقول للرب سؤال هل هل في آخر الأيام الرب يضع كرسية في علام هو دي أسامي شعوب وكان في لوم ربنا ضدهم بينبههم لأخطائهم وبعدين في الآخر يقول هتوا كرسية معناها أننا هملك مكان الشر كرسي ربنا اللي هو الملكوت الإلهي يسود على علام كله مش شرط اسم المدينة اللي هي علام أو أي مدينة في سؤال بيقول هل يوجد كفارة بعد الموت في ضوء هذه الآيات اللي هو ذكرها من السفر المكابيين كتب نص طويل الكفارة اللي بعد الموت هي الترحيم اللي احنا بنعملها أو انت بتعمل صدقات باسم حد اتنيح والكفارة دي مش معناها تغفر خطايا الناس بسبب التبرعات لان احنا نؤمن ان غفران الخطايا هو بدم المسيح فقط ولا يوجد خلاص بدون المسيح لكن في اشيط الراقدين بنقول ان كان قد لحقهم توانن أو تفريط كبشر فانت فانت قصالح محاب البشر اللهم يا رب تفضل اغفر لهم ودي بناء على ان المسيح قال اللي بيجدف على الروح الكدس لن يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الات فاحنا بنطلب بشفاعة في الكنيسة كهنوت بيشفع في الراقدين ان ربنا يغفر لهم مش بمعنى ينقلهم من الجحيم للفردوس لكن بمعنى ان اللي في الفردوس في كرة الاحياء ينيحهم يعني يغفر لهم السهوات والهفوات والتواني والتفريط والخطايا اللي محسوش بيها مش علشان دي هتعطر خلاصهم لكن علشان الشيطان بيشتيكة ضده طبعا جايز يكون لها تفاصيل ممكن بنشرحها في مرة الوحدية هل المسيح عندما صعد للسماء بالجسد هل هو بنفس الجسد في السماء طبعا طبعا نفس الجسد اللي اخده من العدرة هو اللي اخده معاه واصعده الى السماء واجلسه عن يمين الاب حد بيقول بقالي فطرة ما اعترفتش واب اعترفي مش بيقابل حد ولا بالتليفون ماذا افعل يعني احيانا بعض الاباء بيبقى ظروفه المرضية او الصحية او السن او اي ظروف بتخليه افعل على نفسه شوية فممكن الناس كلها تقول الراجل ده عدا العيب لكن هو بيغلط وانت تغلط يبقى الروس تساوت وحتى حقك اللي كان موجود هيضيع وناس تقول لك ما انت وغلطت في بعض خلاص فخليك انت دايما محد يمسك عليه غلط وتبقى ضميرك صافي قدام ربنا انت عملتش حاجة غلط وتحاول تصالح بعض الناس اللي هو بيغلط جايز كلمتين طيبين يرجعوه ويصلح موقفه وميبقاش بيغلط فيك طبعا برضو كالعادة عندنا اسئلة كتير لكن الوقت راح ربنا بارك حياتكم وكل سنة وحضرتكم طيبين ونتقابل بعد العيد بإذن الله لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة